لن يعترف بحركة طالبان كياناً إذا رفضت الاعتراف بالعملية السياسية هو الشرط الأهم الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي أنطاني بلانكين في زيارته لأفغانستان وقد يكون حالياً هو الثمن لما بعده خروج القوات الأمريكية من أفغانستان قد حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية سنبدأ سحب قواتنا من أفغانستان اعتباراً من الأول من أيار المقبل بشكل تدريجي على أن يكتمن الانسحاب قبل ذكرى هجمات الحادي عشر من أيلول إنها لحظة تاريخية بالفعل لسيما أن بايدن هو خامس رئيس أمريكي يشهد تداعيات هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير على أفغانستان والعراق والمنطقة وكانت تكلفتها باهظة بكل المقييس على أمريكا نفسها على الجانب الآخر تدخل حركة طالبان هذه التطورات الجديدة بحزم أكبر عدة الإعلان الأمريكي بتأجيل الانسحاب إلى أيلول المقبل بأنه انتهاك لاتفاق الدوحة وتنصل من التزاماته محذرة من أن عدم التزام واشنطن بالاتفاق يعني أن مقاتلها سيتخذون إجراءات للرد من جانبها قالت الحكومة الأفغانية إنها تحترم قرار واشنطن وستعمل لضمان انتقال سلس تصريح يبين أن الشك لا يزال يكمن في التفاصيل مع تأكيد كابل أن طالبان لم تلتزم بقرار خفض العمليات العسكرية وهو ما تؤيده تقارير الاستخبارات الأمريكية التي تحذر من أن هذا الانسحاب السهل الذي فضله بايدن دون الاتفاق على التفاصيل السياسية سيدخل البلاد في حرب أهلية جديدة من جانبها لا تزال إدارة بايدن تؤمن بأن طريق الدوحة بين طالبان واشنطن هو أقصر الطرق لإحلال السلام في أفغانستان وهو الأمر الذي ستقرره جديتها بالانسحاب نفسه كأساس لهذه المفاوضات